دفاعات السعودية تعترض ثلاثة صواريخ باليستية وثلاثة مسيارات مفخخة أطلقها الحوثيون نحو المملكة خلال لقائه وفدا أمريكيا قيس السعيد يشدد على أن قراراته دستورية لحماية الدولة وليست انقلابا معارك عنيفة بين المعارضة وطالبان في بنشير وتأجيل إعلان تشكيل الحكومة للأسبوع المقبل أحييكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الصباحية من العربية قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ باليستية وثلاثة طائرات مسيارة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة وعضف بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشضايا على حي ضحية الدمام ونتج عن ذلك إصابة طفلين وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة مؤكدا أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ووقف مثل هذه الاعتداءات الإدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان عن إدانته الشديدة للهجوم الباليستي باتجاه المنطقة الشرقية كما دان الأمين العام استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة مشيدا بقدرات وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها مصر بدورها أدانت بأشد العبارات لهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية في السعودية باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها هذا وتؤكد مصر وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة هذه الأعمال العدائية كما أعربت عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدبير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الأجمات الإرهابية التي تمثل تهديدا جسيما للأمن والاستقرار في المنطقة أشارت مصادر أمنية في اليمن أن عملية اعتقال المدعو حسن علي يحيى العماد جاءت أثناء عودتهم من إيران عبر منفذ بري بمحافظة المهرة فيما أشارت مصادر يمنية أن العماد استغل عددا من الجمعيات الخيرية لدعم أجندة المشروع الإيراني في اليمن خميني صنعاء في قبضة السلطات الأمنية اليمنية اعتقال القيادي الحوثي وأبرز مرجعيات الفكر الطائفي الإيراني في اليمن حسن علي يحيى العماد السلطات أوضحت أن اعتقال العماد جاء أثناء عودته متنكرا من إيران عبر المنفذ البري بمحافظة المهرة حيث تم نقله عبر طائر هليكوبتر من الغيظة إلى مأرب بينما أشارت مصادر يمنية أن حسن العماد كان مسؤولا عن التنصيق عبر لجنة خاصة أسستها طهران من أجل دعم الحوثيين كما أدار مجموعة من المنظمات والجمعيات الحوثية التي تعمل على تنفيذ أجندة المشروع الإيراني في اليمن العماد المعروف بولائه للنظام الإيراني واعتزازه بالتباعية إلى قم ما دفع طهران لجعله مشرفا عن اللجان الإيرانية المسؤولة عن تنفيذ المشروع الإيراني في اليمن أنا أعتبر أنه كرجل حوزوي في الحوزة العلمية درست علاقتي كبيرة جدا جدا بالحوزة بمراجعنا العظام بالكادر الحوزوي بشكل عام سواء في إيران في لبنان في العراق في جميع الأماكن التي يوجد فيها حوزات علمية هذا كأساس ثانيا كغضية إيران ودعم إيران وما إلى ذلك أحنا نتمنى هذا ما نتمنى نحن أن إيران تدعم لمن دعم إيجابي العمادة الذي استقر في طهران منذ 2016 وتم تكريمه على أيدي ميليشيات الحرس الثورية كجزء من التقدير للخدمات التي قدمها إلى النظام الإيراني حملت أفعاله تناقضا حادا مع تحذيرات سابقة له حول ضرورة التنبه لما آلت إليه الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان أتمنى وأناشدهم وأقول لهم خذوا لبنان عبرة خذوا العراق عبرة خذوا سوريا عبرة خذوا هذه الدول عبرة وبعد مرور سنوات من تحذيراته لم ينتبه العماد إلى ما آلت إليه تلك الدول بعد أن طالتها يد الميليشيات الإيرانية وتغلغلت داخل مؤسستها وأصبح منها من هو على حافة الانهيار بسبب التدخلات الإيرانية المشبوهة أسامة سرايا العربية أعلنت الحكومة الليبية تشكيل لجنة تقصي حقائق باشتباكات ترابلوس على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع ووجه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد تبيبا باستكمال التحقيق في اشتباكات ترابلوس كما شددت بيبا على أن ما حدث في ترابلوس يمثل عملا مرفوضا وتجب معاقبة مرتكبية وفي وقت سابق قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لبي عبد الله في أن المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة ترابلوس تؤكد ضرورة توحيد المدرسة العسكرية مشيرا إلى ضرورة عدم السماح بتكرار مثل هذه الاشتباكات في المستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي لبي شدد أيضا على أهمية البدء في وضع جدول زمني لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد الإسراع في إجراءات التحقيق حول اشتباكات ترابلوس واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية هذا ما شدد عليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد بيبا خلال اجتماعه بالمدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة يأتي هذا بعد أوامر أصدرها المجلس الرئاسي إلى كل من جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي واللواء 444 التابع لرئاسة الأركان المجلس الرئاسي شدد خلالها على ضرورة وقف الاشتباكات والعودة إلى مقراتهم بشكل فوري متوعدا بملاحقة المسؤولين عن وقوع الاشتباكات التي تعد الأعنف منذ تسلم الحكومة الجديدة السلطة في سياق متصل نفى المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي صدور قرار بحل اللواء 444 قتال مؤكدا عدم صحة الوثيقة المتداولة بهذا الشأن الوثيقة المزورة المنسوبة للمجلس الرئاسي كانت حملت قرارا بحل اللواء 444 قتال وضم كافة أفراده وأسلحته وآلياته إلى لواء حرس الحدود خلال لقائه مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن القرارات التي اتخذها ليست انقلابا إنما كانت في إطار الدستور وتستند إليه وأن هدفها حماية الدولة من خطر داهم الانقلاب لا يمكن أن يكون انقلابا إلا إذا كان خارج الشرعية الدستورية في حين أنا استعملت نصا دستوريا للحفاظ على الدولة التونسية من الخطر الداهم الخطر الجاثم على البلاد وعلى الدولة التونسية نددت الخارجية السودانية بتصريحات الحكومة الأثيوبية والتي تتهم الخرطوم بدعم مجموعات محلية مسلحة لشن أعمال تخريب في سد النهضة وطالبت الخارجية السودانية أثيوبيا بالكف عن العدوانية في التعامل مع السودان مشيرة إلى رفض الخرطوم لاستغلال أراضيها مؤكدة أن لا نية في غزو أرض الغير وختمت الخارجية السودانية متهمة الحكومة الأثيوبية بزج اسم السودان كلما تفاقمت أوضاعها الداخلية أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي ولكن ليس تحت ضغط غربي واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية بالسعي لإجراء محادثات مع الضغط لقد قلت سابقا إنه سيكون لدينا بالتأكيد مفاوضات ولكن ليس عبر الضغط الذي تمارسه الأطراف الأخرى لقد فشل هذا الضغط جنبا إلى جنب مع المفاوضات من قبل لقد جربه الأمريكيون والأوروبيون مرات عديدة والمفاوضات مع الضغط لم تنجح ما نسعي له في هذه المحادثات هو رفع العقوبات القاسية على واشنطن التخلي عن إدمانها الحظر واستخدام الأدب والسلوك المحترم تجاه طهران رسالة إيرانية علية اللهجة وجهها المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة ردا على فرض واشنطن عقوبات على شبكة تطارد المنشقين في الخارج فالتحرك الأمريكي يعارض المطلب الأساسي للمفاوضين الإيرانيين في فيينا المتمثلة برفع العقوبات وعليه فشلت ست جولات من المحادثات النووية بالتوصل إلى اتفاق وتتجه الأنظار حاليا إلى طهران التي لم يطلق رئيسها الجديد أي مؤشرات في العودة إلى التفاوض غير أن تلك المماطلة يقابلها نفاذ صبر أمريكي المبعوث الخاص لشؤون إيران روبرت مالي وفي مقابلة مع بلومبرغ نيوز قال إنه لا يمكن لواشنطن أن تنتظر إلى الأبد بينما تواصل طهران تقدمها النووي ذلك أنه بعد مرحلة ما ستكون العودة للاتفاق النووي أقل قيمة بالنسبة للولايات المتحدة إسرائيل من جانبها وفي اجتماع لرؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية دعا رئيس وزرائها إلى التركيز على استراتيجية بديلة أوسع عن الاتفاق النووي مشيرا إلى أنه قدم خلال لقائه بالرئيس الأمريكي رباعية للتعامل مع طهران تقوم على منعها من تخصيب اليورانيوم ووقف أي عدوان إقليمي وتجميد برامجها للأسلحة والصواريخ الباليستية الصمت الإيراني إزاء الانخراط في جولة مفاوضات جديدة رأى فيه مراقبون رسالة تعكس رغبة ضمنية باتباع نهج جديد في التفاوض إلى نيوسف العربية في نشرتنا نتابع بعد الفاصل وسط تجاهل إعلامي عراقيون عالقون في مخيمات أشبه بالمعتقلات في لتوانيا نتابع من الشأن الأفغاني حيث أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة طالبان أجلت الإعلان الرسمي عن حكومتها التي يطالب المجتمع الدولي بأن تكون شاملة وتضم غالبية الأطراف السياسية في أفغانستان مصدران في حركة طالبان أفاد بإرجاء تشكيل الحكومة للأسبوع المقبل في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن المعارك الدائرة في وادي بنشير سبب رئيسي في إرجاء الإعلان عن هذه التشكيل الحكومية ميدانيا أفادت تقارير عن تجدد القتال بين عناصر طالبان وقوات المعارضة الموالية لأحمد مسعود للسيطرة على وادي بنشير شمال العاصمة كابول وقال المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية أن عناصر من طالبان تمكنت من الوصول إلى مرتفعات دارباند على الحدود بين إقليمي كابيسة وبانشير لكن تم صدها مؤكداً استمرار قوات المعارضة الأفغانية في الدفاع عن الإقليم بينما ذكر مصدر في طالبان أن تقدم عناصر الحركة نحو بنشير تباطأ بسبب الألغام المزروعة على الطريق المؤدية إلى العاصمة بازارك ومجمع حاكم الإقليم أشهد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي بما قدمه الجنود الأمريكيون خلال عمليات الإجلاء من أفغانستان جاء هذا خلال لقاء ميلي مع عدد من الجنود الأمريكيين في قاعدة رامستن الجوية في ألمانيا لقد قمتم بمهمة رائعة جميعكم الجيش والقوات البحرية وقوات المارينز والقوات الجوية 124 ألف شخص أنقذتموهم أنتم وفي شأن اللاجئين الأفغان الذين غادروا بلادهم بعد سيطرة حركة طالبان أفادت مصادر بأن الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى المملكة المتحدة يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن المكان الذي سيعيشون فيه وكيفية تأمين حاجياتهم وتأمين المدارس لأطفالهم أكد متابعونا للشأن الأفغاني أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد أصبح أكثر تدهورا بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد وأن المتضرر الوحيد من كل ما يحدث هو المواطن الأفغاني هي حالة من عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي يعيشها ألف الأفغان الذين أصبحوا غير متأكدين من الوضع الذي ينتظرهم بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد أعتقد أن مستقبل أفغانستان قد دمر بعد سيطرة حركة طالبان لم يعود لأفغانستان مستقبل بعد الآن والحل الوحيد هو الهجرة صراع استمر لأكثر من عشرين عاما لم يبقى قطاعا بمنأة عن تداعياته وفي المقدمة القطاعان المصرفي والمالي توجد حاليا مشاكل اقتصادية كبيرة لقد ارتفعت أسعار المواد الغدائية والناس لم يتلقوا أموالهم الاقتصاد أصبح ضعيفا للغاية ويعتقد الناس أن أموالهم قد نهبت ضعف البنية الاقتصادية والتي يعود قسم كبير منها إلى الفساد خلال العقدين الماضيين تنفق مع ارتفاع في الأسعار وغلاء معيشي طال المواد الاستهلاكية ما صعب على المواطن الأفغاني التأقلم مع سبل الحياة ومع سيطرة حركة طالبان على معظم أنحاء أفغانستان يبقى المواطن رهين الحكومة الجديدة التي يطالب المجتمع الدولي بأن تنصف الشعب الأفغاني بلغيفه وحريته أكثر من 21 عائلة عراقية عالقة على الحدود الليتوانية البولندية يعيشون أوضاعا صعبة السلطات البولندية أعلنت حالة الطوارئ على حدودها ونشرت أسلاكا شائكة على طول الحدود تحسبا لتسرب اللاجئين إلى أراضيها عراقيون عالقون في ليتوانيا في هجرة تداخلت فيها الظروف السياسية والاقتصادية استطعنا التواصل مع أحد العراقيين العالقين هناك ليشرح لنا أحوالهم المعيشية وما الذي دفعه إلى الهجرة من العراق نحن حاليا محاصرين بهذه المنطقة نائية بهذه المنطقة بها مدرسة هذه المدرسة تحوي على أكثر تقريبا على قارب 100 شخصة أكثر من هذا العدد وكل مهاشة حاليا عوال كانوا معنا شباب محجوزين من العراق ومن جنسيات أفغان وباكستان بس خذوهم الغيركم ونحن أكثر من تقريبا 21 عائلة هنا نحن هنا محاصرين وهذا المكان محاصرين يعني هذا أكثر من سياجين هذه المدرسة ودائر ما دائرنا هل تشوف يعني سيد أحمد بوليس محاصرنا خدي خدي أبيلت رحمنا فانهزمنا وجئنا هنا من قمع وبطش ميليشيات إيران فما عدنا مصير غير اللجوء فالتجاهنا إلى نيتوانيا طيب محمد ما هي مطالبكم؟ ناشد الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان والأموم المتحدة أن تدخل ووضعنا وشوفنا صورة حل الوضع مالتنا آي الطفال بيانا تسجين هذا سجن عبارة عن سجن وهذا سجن الثاني والثالث بعد فترة قصيرة سيطل عليهم فصل الشتاء فكيف سيواجهون قساوات برده في حال لم تتدخل الحكومة العراقية وينقاذهم بالتنسيق مع السلطات الأوروبية هناك؟ أحمد الحمداني العربية أربيل أظهر التحقيقات الشرطة التركية تعرض فضائية مكملين التابعة لتنظيم الإخوان وتبث من تركيا للسرقة حيث تمت سرقة رواتب المزيعين والعملين في الفضائية عن شهر أغسطس وافق تحقيقات الشرطة فأن مرتكبي الحادث لصان يعملان بالفضائية وينتميان لجماعة الإخوان يأتي الحادث وسط تزايد اتهامات شباب الإخوان لقيادات الجماعة ومالكي الفضائيات التابعة لها بنهب مقدرات وأموال الجماعة كما اتهم بعض العاملين في مكملين قيادات كبيرة في الفضائية بتخصيص أموال لأنفسهم ولأبنائهم تحت مسميات عدة من دون حق عرضت شركة سينوفارم خلال معرض الصين الدولي للتجارة لعام 2021 أربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومتحوراته وأشارت إلى أن تلك اللقاحات أصبحت في مرحلة الاختبارات السريرية النهائية تقاوم، تراوغ وتتكاثر هذا ما يشاع عن متحورات كورونا وما أن يستفيق العالم من متحور ويستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية حتى يفتك متغير جديد بخصائص أكثر تطوراً في مواجهة هذا كله، تواصل شركات الأدوية أبحاثها للتوصل إلى لقاحات ضد الفيروس ومتحوراته الجديدة منها شركة المجموعة الصيدلانية الوطنية الصينية سينوفارم التي كشفت عن سلسلة من اللقاحات والأدوية المطورة لمعالجة متغيرات الفيروس وتسريع تعافي المصابين الشركة وخلال معرض الصين الدولي للتجارة لعام 2021 عرضت أربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لقد طورنا لقاحات ضد متغيرات ديلتا وبيتا كما تم تطوير لقاحنا البروتيني من الجيل الثاني وهو الآن قيد التجارب السريرية وقد تم الانتهاء من التجارب السريرية للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية إذن الأبحاث على اللقاحات المرتقبة وصلت مراحلها النهائية وتعمل الشركة حاليا على التواصل مع دول مختلفة لتنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في موعد أقصاه نهاية العام إلى ذلك كشفت سينوفارم خلال المعرض عن ثلاثة متجات لتشخيص فيروس كورونا بما في ذلك كاشف الاختبار السريع الذي يعطي نتيجة في مدة لا تقل عن سبعة عشر دقيقة ولا تزيد عن ثلاثين وهو فحص اعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي ومستخدم في مطارات المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية أعلنت دار سوثبيز للمزادات أنها ستعرض عملا فنيا لبانكسي للبيع مرة أخرى في مزاد علني حيث تعرضت اللوحة لحادثة خلال المزاد الأول ليرتفع سعرها أضعافا خلال المزاد المرتقب أكتوبر المقبل موسيقى 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 على مر السنين كانت للكريكت مكانة فريدة يتلقى فيها الأفغان رغم اختلافاتهم السياسية والعرقية هنا في ملعب كابل الدولي الفرقاء الأفغان بمختلف أعراقهم وانتماءاتهم السياسية تجمعوا لمشاهدة مباراة في نهاية أسبوع مليء بالأحداث شهد انسحابا أمريكيا وعودة طالبان للسلطة وبين مؤيد ومعارض للوضع القائم في أفغانستان تبقى الكريكت هوسا وطنيا مدعوما بشغف قاعدة المعجبين ومكانة مشاهير نجومها سعادة شعر بها الأفغان بعد سماح طالبان بإقامة المباراة أشعر بسعادة بالغة وبالطمأنينة بعد أن منحتنا حارك الطالبان فرصة لحضور هذه المباراة جئنا للتشجيع لطالما أحببنا لعبة الكريكت نريد الحفاظ على هذا الحب لقد تضاءل حب لعبة الكريكت لكننا سنبدل قصارى جهدنا لعلاج ذلك فاللعبة لم تنل شهرتها في أفغانستان سوى في بداية الألفية الثالثة إذ بدأ نازحون أفغان في باكستان بممارسة الرياضة قبل أن ينشروها بشكل تصعدي في أفغانستان وخلال حكم طالبان السابق في التسعينيات كانت كرة القدم من بين الأنشطة المحضورة واستخدمت الملاعب لفرض عقوبات الأعدام ورغم عودة الحركة للسلطة إلا أنها وعدت بعدم التدخل في فريق الكريكت الوطني للرجال الأفغان ختاما نذكر بالعنوين الدفاعات السعودية تعترض ثلاثة صواريخ باليستية وثلاثة مسيارات مفخخة أطلقها الخوثيون نحو المملكة خلال لقائه وفدا أمريكيا قيس سعيد يشدد على أن قراراته دستورية لحماية الدولة وليست انقلابا معارك عنيفة بين المعارضة وطالبان في بنشير وتأجيل إعلان تشكيل الحكومة للأسبوع المقبل ألتقيكم بعد قليل في نشر إخبارية جديدة ابقوا معنا في أمان الله اشتركوا في القناة